السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب يا شباب اليوم هنتكلم عن دولينغو انجليش تيست امتحان دولينغو اللي هو الاختبار دولينغو للغة الانجليزية الاختبار حاليا اصبح قريب انه يعادي للآيلتس والتوفل واصبح مقبول في مئات المؤسسات حول العالم يعني بدل ما تقدم الآيلتس والتوفل ممكن تقدم الاختبار بتاعك حق دولينغو الاختبار بتاع دولينغو صالح لمدة سنتين تمام ويقبل في عديد زي ما قلنا من الجامعات حول العالم الامتحان بتسعى واربعين دولار او خمسين دولار فالمنحة بتشيل عنك الخمسين دولار دي تماما وانك تمتحن فور فري بس قبل ما تمتحن في شروط الشروط منها اول شي لازم يكون عندك هدف واضح من انك عايز الامتحان يعني ما عندك هدف واضح من انك عايز الامتحان ما حتحصل عليه يعني شنو يعني مثلا عايز اقدم للجامعة الفلانية اول منحة الفلانية حكتب الكلام ده بعدين كله اضافة لانه مطلوب جواز ساري جواز ساري لو ما عندك جواز ساري ما هي فيدك الموضوع لانه ما حتقبل في الامتحان اساسا زي الطوفل مثلا دي الحاجة حاليا اللي هو الوسيغة المعترف بها حاليا في العالم لازم تكون سارية يعني جواز من غير جواز ما بمشي الحالي تمام قبل لا تقدم على الامتحان بتعمل تست عشان تحدد المستوى بتاعك وبعد ما تحدد المستوى بتاعك حتى بعدين تعمل سكرينشوت وترفع الكلام ده في مكان التقديم وانا حاوليك تعمل الحاجات دي كلها كيف اول شي اول ما تبدأ انا حتديك رابط تعمل التست اول حتى بعدين نمشي لموضوع التقديم للمنحة طيب يا شباب دي الموقع اللي انت حتحدد فيه اللغة بتاعتك اول مستوى بتاعك في اللغة الانجليزية وانت حتقبل بناء على المستوى بتاعك حتقبل بناء على المستوى بتاعك في اللغة الانجليزية تضغط هنا وبعدين تعمل التست الاختبار بياخذ منك يمكن نصف ساعة بعد ما تخلص الاختبار ترفع النتيجة حاوليك وين ترفع النتيجة في مكان التقديم هنفتح الرابط حق التقديم مباشر طبعا الرابط دي كلها انا هنزلها في اسفل الشرح في الوصف حق الشرح مش هنزلها في صفحة الفيسبوك ولا في التليجرام عشان الناس تشوف الشرح مش عشان نجيب مشاهدات يوتيوب لا عشان الناس تشوف الشرح عشان ما الاسئلة تكتر في الصفحة يعني كل شي بيكون موضح لكن لما انت خدت الرابط بيجي واحد بيدوسع الرابط وبخش بيحاول يقدم اول ما تواجه مشكلة بيجيك راجع في احنا لو عايزين كمية الناس دي كلها تجينا راجع مكان عملنا الشرح فانت تخيل معي الاف الناس تجيك راجع عشان تسأل ما في ناس بتقدر تلود على العدد ده كله فالافضل انه الخدت الرابط حصري انك تشوف الشرح عشان تقدم بالطريقة الصحيحة بعد كده لو واجهتك مشكلة فالوضوع ايزي ان شاء الله اول شي انا عايز اقول لكم ان الامتحان يقدم من سيريان اسيمبلي بروغرام او تجمع الشباب السوري وليرن فالسودان كمنظمة تعليمية غير ربحية عندها تعاون مع منصة او مع التجمع مع منظمة اه التجمع الشباب السوري فحنجي لخطات تحت التقديم واول حاجة عايز اقول لك انك المتصفح بتاعك لازم يكون اب تو ديت اخر تحديث اخر تحديث الحاجة دي مش بس للتقديم لكل شي لازم المتصفح بتاعك يكون حديث عشان ما يجب لك بس الصفحة بيضة وما تشوف ولا شي لازم يكون حديث بنصحك بجوجل كروم ما عندك جوجل كروم استخدم فاير فوكس عندك ايفون استخدم سفاري يكون اخر تحديث اب تو ديت تمام وحوريك انه الرابط لما تفتح من اليوتيوب مباشر بيجيب المتصفح المدمج لليوتيوب المتصفح المدمج لليوتيوب ما بيساعدك ولا بقدم لك لازم تفتح في المتصفح الاساسي الخارجي اوكي طيب اه ده الموقع وانا حديك الرابط هننزل تحت لامتحان دولينجو هنضغط هنا هنا طبعا في اه زي ما قلنا معلومات عامة عن الامتحان وانه الامتحان طبعا نتيجتي بتظهر في خلال 48 ساعة فقط يعني الموضوع ساهل جدا جدا وبسيط اه نبدأ التسجيل من هنا طيب اول ما تبدأ تقدم للامتحان تسأل عن هذا التست نتيجة التست تمام لازم تعمل اختبار الاختبار بياخذ منك اه ده الامتحان بياخذ 45 دقيقة فالتست اه لا عفوان يا شباب هنا ده عشان لو عندك اي سؤال بالنسبة للانس دولينجو ممكن تسألهم مباشر عن موضوع ده ما بتاع التست عفوان اه نجي نكتب الايميل بتاعنا نكتب الايميل بتاعنا انا حكتب ايميل اه اي ايميل حقدم بس كده اه ات جي ام اي اي ال يا صاحبي انت هتكتب ايميل بتاعك بياخ經 التعامل بتاعك مش الاميل الا انا كتبت هنا اوكي نعمل نكست اول ما تعمل نكست طبعا البيانات الاساسية تكتب الاسم بتاعك عادي وهنا تختار الجنسية السودانية اذا انت سوداني واذا انت مسوي سوري تختار الجنسية سورية ننبه ان الامتحان المنحة للسودانيين والسوريين فقط يعني أي جنسية ثانية لا تقبل في الامتحان عفوا مش في الامتحان في المنحة عادة أي جنسية ثانية تقدر تدفع القروش وتمتحن فأنا بتكلم عن المنحة حاليا هندور على السودان و هننزل السودان في مكان الدولة سودان طيب بلد الإغامة اختار بلد الإغامة أنت قاعد فيها أي دولة أنت قاعد فيها اختار نفس الدولة يعني أنت مش سوداني تختار في السودان اختار الدولة أنت متواجد فيها إذا في السودان خليك في السودان الرغم التلفون مهم جدا 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 أنه يكون تلفونك شغال وسواء كان في السودان تكتب المفتاح 249 وبعدها الرغمك تمام إذا كنت في أي دولة تانية تكتب المفتاح بتاع الدولة بتاعتك وتكتب الرغم بتاعك كامل طيب بعدين هنا السؤال حصريا على سوريا فأنت بس تضغط على أنه لا يعيش في سوريا آخر خيار لا يعيش في سوريا تاريخ الميلاد لازم يكون حقيقي مطابق للجواز دا يده تاريخنا تغطو خلاص الجنس بتاعك بعدين المواهل التعليمي بتاعك أو درجتك تمام الحالة الوظيفية تحاول جاوب بكله صراحة هل تمتلك جواز شوفوا معايا قلت لك أنت محتاج جواز ساري هل تمتلك جواز نعم إذا عندك وإذا ما عندك تكتب شوف الخيارات التحت لما تختار لا بيقول لك أنه يحتاج لجواز ساري ما في حال إلا جواز يكون حاليا موجود يعني ما عندك جواز ما ممكن يعني لازم تختار الخيار دا يكون عندك جواز أوكي نعمل نكست بعدين هنجي على هل أنت عايز تقدم لجامعة أو منحة أو حاجة زي كده فإذا أنت صح هتعمل نعم وطبعا للناس اللي هم أفضلية القبول تمام إذا كانت إجابتك نعم إذا كانت إجابتك نعم أضغط هنا أي درجة أنت عايز تقدم لها عايز تقرشنو المنحة العايز تقدم لها مثلا ما يستير أو بكلاريوس طيب هل حصلت على قبول يعني أنت قدمت للجامعة وطلب منك امتحان إنجليزي يعني حاصل على قبول بس طالب منك نتيجة الامتحان إذا كان لا تختار لا وإذا كان نعم تختار نعم مثلا هنا بيقول إنه حصلت على رسالة القبول وأنا الآن انتظر نتيجة الاختبار مثلا مقدم على الجامعة وطلب يعني شوف على حسب الموضوع على حسب حالتك على حسب الحالة بتاعتك تمام لم أحصل على رسالة القبول يعني مثلا أنا حاختار أريد الامتحان فقط لدعم سيرة ذاتية مثلا هنا إذا كان عندك قبول مشروط من جامعة فهتعمل تعمل أبلود تعمل أبلود للقبول المشروع من الجامعة يعني إذا اخترت الخيار الأول على أنه أنت حاليا تم مقبولك واسم محتاجين الإنجليزي فلازم تعمل أبلود تمام اتكلم عن البرنامج اللي أنت قدمت له يعني الجامعة أو المنحة اللي أنت قدمت له هتكلم عنها شوية وإذا أنت ما قدمت ونهو يتقدم لجامعة اتكلم عن الجامعة العايز تقدم لها أو المنحة العايز تقدم لها تمام اتكلم عن المنحة العايز تقدم لها بطريقة احترافية باللغة الإنجليزية تمام هل حصل هل قبل كده حصلت على على الامتحان مثلا من من تجمع الشباب السوري أغلبنا لا هنعمل لا إذا مثلا زمان اخدته في أي مكان اختار الزر المهم هل أنت مستعد يعني للامتحان مستواك في اللغة الإنجليزية كيف يعني لو جينا نغيب مستمعك حيكون شنوى اخترنا بي تو طيب قبل أنه قلت لك أنه لازم تعمل التست تحددك الرابط وهذا الرابط موجود أساسا في الفورم إذا أنت برة ما عملت التست وجهزته فهتضغط على الرابط هتعمل التست بس أنتكلمت عن موضوع التست في البداية لما تعمل سكرينشوت بعد أن تجي تعمل لها أبلود هنا أنا هعمل أبلود لأي حاجة وخلاص بس عشان السيستم يمشي معا يا شمال أنا عملت حاليا صورة عادية عملت لها أبلود عشان السيستم يمشيني لكن أنت لازم ضروري ترفع النتيجة حقد الإختبار إذا ما ربعت نذيجتي الاختبار من البداية يعتبر روحك مش موجود في الموضوع هنا السؤال يعني بتستحق ده بتكلم عن نفسك هل أنت تستحق هذه الفرصة والدعم المادة المرتبط بها من غيرك من المتقدمين فأنت هتكتب ليه أنت مستحق للحاجة دي وليه حوجتك لها شنو هتكتب قلنا بكل الصدق تمام في النهاية هنا يطلب منك أنك تقدم رسالة حافز خمسمية كلمة رسالة الحافز هي إما تكتبها مخصصا فقط للحصول على الامتحان أو ترفع بتاعتك اللي هي كانت عملتها مثلا قدمت بها للمنحة أو الحد تقدم بها للمنحة يعني مثلا أي منحة فيها رسالة حافز لازم ترفع الرسالة دي هنا أو تكتب الرسالة من عندك للحصول على النتيجة بتاعت الامتحان طيب هنعمل Adly File هنعمل Adly File مثلا ملف اللي هو عشان بس السيستيم زي ما قلنا وهنا لازم تمل المكان ده بالسؤال بالجواب بتاع السؤال بالجواب بتاع السؤال وكرر بالجواب بتاع السؤال أوكي وترفع الملف اللي هو بتاع رسالة الحافز أو رسالة الدافع أو motivation letter بعدين نعمل Next أوكي هنا أخبرنا هنا طبعا لأنه ما جاوبت الجواب ده فهنا لازم تتكلم عن البرنامج اللي أنت عايز تقدم له البرنامج أو المنحة اللي عايز تقدم لها أو اللي قدمت لها عشان تحصل على المنحة حقة الامتحان يا شباب إذا ما اتكلمت بالطريقة الصحيحة والصادقة جدا وبالطريقة الاحترافية ما هتحصل على الامتحان لأنه في ناس كثيرة جدا جدا يعني محتاجة للامتحان فالموضوع فيه فلترة كبيرة جدا جدا تصفية تمام نعمل Next هنا طبعا لازم نرفع كل الملف أوكي خلي نرفع ملف طيب يا شباب بعد ما ترفع الملف اللي هو فيه رسالة الحافظ والدافع تعمل Next بعدها طوالي مثلا بيقول لك يعني خلاص احنا خلصنا تقديم دي حاجات عادي فانت هنا سمعت كيف على البرنامج كالعادة طبعا هتختار Learn for Sudan زي انت سمعت عبر لين for Sudan سمعت على المين هتختار لين for Sudan وتعمل Next آخر حاجة طبعا اللي هي شروط وحكام وحتعمل وافق موافق 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 هتعمل في الآخر Submit انا ما هعمل Submit لان الشرح عبارة عن حاجة هي مش رسمية فقط عشان نوضح بها طريقة بتاعة الشرح طيب يا شباب حنمشى على اليوتيوب وحوضح لك كيف ما تستخدم المتصفح المدمج على اليوتيوب او على اليميل او غير كان يعني مثلا لما نجي ايميل بيقول لك اضغط على الرابط لما انت اضغط بيفتح طوالي ده اسمه المتصفح المدمج المتصفح المدمج ما فيه المواصفات او الفيتشيرس اللي بتخليه يشغل لك الصفحة بالطريقة المثالية فالاحسن انك تستخدم المتصفح الرئيسي مثلا يا شباب دي صفحتنا ليرن فالسودان ليرن فالسودان مثلا المنحة تاعة كورسيرا المنحة تاعة كورسيرا ده وين تلقى الرابط عموان الرابط بتاع الوصف وين بتلاقي في اليوتيوب بتضغط على مور هنا كلمة مور تضغط عليها بيجيب لك الرابط ده الرابط بتاع الشرح اللي هو مقدم في منحة كورسيرا اذا ضغطت على الرابط بيفتح معاك على المتصفح المدمج تمام شفتم معاي ده المتصفح المدمج ده المتصفح الأساسي بتاعي ده متصفح جوجل كروم لو ضغطنا كده هتشوف معاي انه داخل اليوتيوب بركز معاي هنا ده داخل اليوتيوب هتضغط هنا على الثلاثة نقاط الفوق اما تعمل الرابط او من هنا في خيار انه مسلا او ايا كان تصفح بتاعك اوكي هتعمل الحركة دي وخلاص هيفتح معك طوالي الرابط فالموضوع ايزي جدا يا شباب تمام ما نعقده اخيرا لليس اخيرا يمين عليها مجموعة من الشباب وتتعاون مع منظمات تعليمية مثلا زي تجمع الشباب السوري وقبلها كان في منظمة كيرونا الالمانية واللي خلصت تعاون معاها فهس عندنا فرص كثيرة جدا جدا كل نتمنى منكم انه نحاول نوصل مع بعض كلنا الفرص دي للناس المحتاج في الوضع الحالي للسودان في ناس كثيرة جدا جدا محتاج للفرص دي فانت واحد مننا انت واحد من التين بتاعنا انه نوصل للفرص دي لكل الناس والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته ونلتغي في برنامج تاني